تاخد انفراد انفراد طيب مع كل هذا الجدل التحكيمي اللي صاحب مباراة الاهل مباراة مع البنك الاهلي واللي تقريبا حضراتكو تابعته اجماع عدد كبير جدا من خبراء التحكيم على صحة هدف الاهلي اللي الغي في مرمى البنك الاهلي المفاجأة انه مرائب المباراة عن لجنة الحكام الدكتور نبيل ندأ اكد في تقريره اللي سلمه النهاردة صحة هدف رامي ربيعة واحقية الاهلي في ضربة جزاء الدكتور نبيل ندأ استاذ دكتور في تربية رياضية مهتم جدا بالحالة النفسية للحكام حتى له محاضرات دولية في الشق ده وبالتالي التقرير اللي سلمه حسب مصادر قريبة من لجنة الحكام فيه محاضرة عن اللي حصل مباراة لدرجة انه اضطرح عدة تساؤلات في التقرير بتاعه اعتقد كان على لجنة الحكام برئاسة الكابتن ياسر عبرقوف تنتظر في رأيها بتقييم محمد الحانة في وطاقم الحكام لغاية لما يشوفوا المرائب الرجل الاكاديمي الكبير ده كاتب ايه في التقرير لانه التقرير يا باشموندس عبارة عن تشريح نفسي قانوني للي حصل في المباراة انت متسوقع ان ياسر عبدالرقوف هيدين طيب يدين او لا يدين مش ده الموضوع لانه الحياة كل الخبراء ادانوا اللي حصل لكنه مرائب المباراة وده تقرير مهم جدا لانه ده المنوط به تقييم حكم المباراة تساءل المرائب المباراة في تقريره سؤال مفصلي ومهم جدا هل محمد الحانفي وهو اشاد دي في التقرير بالمناسبة واشاد بكفاءته لكنه سأل سؤال هل هو شاف لمسة اليد للعب الاهلي ولا ما شافهاش قالك لو كان شافها وما صفرش لانه ما صفرش فبالتالي مفيش حد يملك يرجعه عن القرار لتقييم قرار تالي ليه لانه اللي حصل بعد لمسة اليد لرامي ربيعة حصل فاصل زمني ومكاني الكرة مر تقريبا يجي خمسين ثانية عن الكرة التانية رقم اتنين المدافع لفريق البنك الاهلي خمسين ثانية أصد زبرايب اه المرائب التاني اللعب بتاع البنك الاهلي استحوذ على الكرة استحواذ كامل وشتت الكرة واخطأت عملت موس باص فانتقلت للناحية التانية فخرجت من الحيز المكاني بره التمنتاشر راحت للونج الرايت بتاع النادي الأهلي ولعبها ريدا سليم من ناحية الرايت فحصل فاصل زمني وفاصل مكاني عن الخطأ الأولاني فإذا الحكم مدام ما صفرشي في الواقع الأولانية مفيش حد له سلطة انه يرجعه وانه كان الأحرى بالحكم وهو حكم كبير بخبراته لما يجيبوا حكم الفار عشان يوريه لللعبة الأولانية كان لازم ينتبه إلى انه دي غير دي وانه حصل فاصل زمني ومكاني ما يربطش أبدا بالخطأ الأولاني على الإطلاق استخدمت الفاصل الزمني والمكاني والاستحواذ لأن اللعب سيطر على الكرة أستاذ فريم بتشديني فرصتي بقى في الحتة دي فضل الأستاذ جهات جريشة يحب يختلف يحب تملي يقول لك رأي كده لو كل يقول مش جون يقول لك جون والعكس صحيح وهو نفس جهات جريشة اللي في مطش الإسماعيلي لغى جون سليم للآله وحسبه هاندي بقول للآله وهو دربة جزاء لمس التلد كان على اللعب الإسماعيلي لكن قال لك الستل ومش الستل وتستخدمنا شوية مصطلحات وعندين قال لك روح البيرتوكول يقول هو أنت وفي حاجة ما فعله الروح البيرتوكول وبقيته خلاص تتكلمه في الجملة اللي اختراع المصري ده بالبساطة دي على فكرة البرتوكول طلعت روحه طيب ما فيش حاجة اسمها روح البرتوكول أما تيجي تقول الاستحواز لازم استحواز زماني ومكاني طب افرد أن التشتيتة دي كانت رايحة تعمل انفراج في هجمة مرتدة أو في هجمة مرتدة على الاهلي يجي جوان للبنك وهو صفر هندبول على رامي كان حيطل عنيس كلها مناعت هجمة وعيدة للمصري لا طالما اللاعب مش مضغوط عليه ومعاك هورا ما فيش حاجة اللي هي خطأ غير لما تتعرض للضغط عشان تفعله فهذا كلام مقصود به يعني طبعا العبث ولا شيء غير العبث طيب احنا هنا بنتكلم تقرير مرائب الحكام صحة هدف الاهلي بالتساؤلات المنطقية اللي طرحها المرائب وأحقية الاهلي وجدرته في احتساب ضربة جزاء ليسر إبراهيم الخطأين واضحين جدا أقر بيهم الجميع لكن فيه تفاصيل كتيرة جدا في المشهد وفيه اعترافات كاملة هنتعرض لها بعد الفاصل